و هعمل معيكو توست بنوع حبوب تعتبر من اقدم انواع الحبوب اللي عرفها الانسان و استعملها في الغزاء مفيدة جدا جدا للجهاز الهضمي كمان بتقلل التوتر العصبي و زكرة كمان في التب والنبوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جنن وصفة توست نقدر نفطر منها كل يوم مغزية جدا توست الشعير من الحاجات السهلة والسريعة واللي احنا النهاردة هنعملها بطريقة بسيطة جدا من غير لبن وغير حليب وكمان من غير عجب تعالوا نجيب اي طبق كده كبير قبولة نحط فيها كبايتين وتلات تربع كباية من المياة الدفية هي صحيح باينة قدامكم هي مياة من كتل ولكن انا سبتها دبرد يدوب دفية حطيت زرف من الخميرة اللي كان 11 جرام وحط عليها دلوقتي معلقة كبيرة من العسل عايزين نستبدل العسل بالسكر مفيش مشكلة وخلينا نقلب المياة بالخميرة بالعسل انا مش هستنى اللي هي تخمر يعني ولا حاجة ولكن مهم اللي احنا بس نتأكد ان هي بس عملت كده فوقعات كده وسيطة طيب تعالوا نشوف مع بعض اه الشعير دي الشعير اه بنشتري الشعير وبنتحنه احسن في المطحنة اه عشان برضو يكون التحن بتاعه بيكون صعب شوية فانا هنا اشتريت اتنين كيلو من الشعير وطبعا الكمية دي كبيرة جدا الشعير موجود في اي مطحنة اه مطاحن البون اللي موجودة في السعودية او عند اي عطار وكمان موجود في مصر موجود في كل حت دي الشعير من الحاجات المتوفرة والرخيصة واللي صحية جدا جدا وهنتكلم مع بعض على الفوائد التي لا حصرة لها يعني الشعير من الحاجات القديمة جدا جدا اللي استعملها الانسان في الغذاء الزكرة في الطب النبوي يتعامل منه حساء اسمه التلبينة عبارة عن شعير بانه خلا بتاعته مية وعسل ويتعامل كده زي المهلبية ومفيد جدا اه اتنين كيلو الشعير دول كانوا بعشرين ريال ومتوفر وشايفين كده كمية ما شاء الله كتير هتعمل اصناف كتير جدا فحلو اول اللي احنا نعمله اضافة لنظامنا الغذائي هتكون اضافة صحية جدا طيب عايزة ادي ايه بقى من الشعير المطحون او دقيق الشعير عايزة منه تلات كبيات ونفس الكباية يعني لو ما عندي كيش كباية معيارية تقدر تستعملي اي كباية في المطبخ التعير بيها المية وكمان الشعير المطحون خلينا نحط على المية اللي بالخميرة والعسل تلات كبيات ممسوحين كده من ايه من دقيق الشعير الشعير كمان مليان احماض درنية واحماض امينية وبيتامينات عارفين الشعير ده لو دومنا اللي احنا يعني ناكله دايما باستمرار هتلاقوا في تحسن جدا جدا في البشرة والشعر في مادة اسمها السيلينيوم اللي مفيدة جدا للجلد اصلا اه وتخلي كده البشرة حلوة من الارتجاعد انا استعملته معيك وعملت بيه بديل مقران البشامالي اه اللي عايز برضو يشوفوا الوصفة اسبها لكم دلوقتي بوقت بين اعلى الشاشة حطيت المعلقة صغيرة من الملح وكمان حطيت معلقتين كبار من زيت الزيتون سبت معلقة بس دلوقتي عشان احطها على الوش ونقلب الوصفة سهلة جدا 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 مش محتاجة عجن ولا حاجة مجرد تقليب كده والعجينة بتكون شبه عجينة عارفيني الزلابية او لقمة القاضي او العوامات شايفين القوام ده هو ده القوام المطلوب طيب انا اخر حاجتين حاجات بسيطة جدا بس هحطها عشان تدي كده برضو الطوست معي كون هشو حلم عايزة معلقة صغيرة من البيكن بودر وعليها معلقة صغيرة من الخل في طبق بره كده ونفورهم كده زي ما احنا متعودين دايما نعمل في الكيك والحاجات دي علشان ايه تديني الهشاشة الحلوة ودي بتكون اخر خطوة خلاص كده ايوه خلاص مجرد اللي احنا هنقلب طبعا انا معتمدة ان الجو يعني مازال حر جدا جدا فلو احنا في الشتة هندي الموضوع ده برضو وقت ونسيبه يخمر شوية ويهدف ما بين كل خطوة وخطوة عشان يديني النتيجة الحلوة الهشة اللي مش مكتومة هل شفتو كده؟ طيب انا هسيبو بقي يخمر ازاي هسيبو يخمر في الطبق او الصمية اللي انا على طول هسوي فيها فخلينا اروح اجيب صمية كده ايها كده ايها كده شوية مستطيلة قد مستطيع بقى ورقة الزبدة اقضى شكلها بسيط ولكن سهل الموضوع ولكن لازم اغرأها مادة دهنية لذلك انا ليس دمى نوع ورقة الزبدة رأينا خمر ازاي انا لسه اصلا مصبته حاجة كمية كبيرة رأينا رحت الخميرة مع الشعير والخبزة انا لم اضفت اي نكهات ولا كمون ولا حبة البركة ولا شوية سمسم يعني سيبقى يبقى سادة علشان صراحة يعني عايزة اكل بي مربى اكل بي جبنة يعني زي ما انا عايزة ممكن ايه زي ما انا عايزة ابتدي ايه احط على طول مايبقاش مثلا مملح او مسكر طيب فاكرين انا قلتلكم في معلقة كبيرة من زيت الزيتون هسيبها للوش طيب انا عايزة احطها كده على الوش ونبتدي انساو السطح كويس خلينا بقى نغطي لان احنا لسه احنا لسه ايه احنا الموضوع ده في خميرة واحنا لسه مسبناهش خاص فانا هسيبه حوالي نص ساعة جو حر في كفاية او نص ساعة بعد كده هروح اشغل الفرن على درجة حرارة 180 عشان ادخله الفرن كده بعد ما خمر معي بصوا كده شكلوه اللحلة ينسيبه يستريح هيضمن اللحلة يطلع معانا كده هش وحلو وخفيف وظريف جدا طبعا ده هيكون بديل الطوست يعني مافيش مقارن ما بينه وما بين الطوست العادي دي حاجة كلها فوايد كلها يعني فيتامينات عارفين الدändig شعير ده من الحاجات كمان اللى لو فيه ضعف عام او انيميا عام دخلت الفرن و قعد حوالي 30 دقيقة شغلت على الشواية من فوق و قعد حوالي 30 دقيقة و قعد حوالي 30 دقيقة و قد نعطيه يكون برد و ممكن أن نغطيه فالقالب نضيه يبرد و تغطيه و هذا يظمن ان يفضل تريك و حلو ريحته حلوة جدا نستطيع نبعه اي طوست في الدنيا ولكن هذا سيكون صحي و امن جدا امن جدا جدا للجهاز الهضمي بيحافظ على صحة الامعاء عشان هو فيه بكتيريا مفيدة يعني فيه بكتيريا بتساعد ان الامعاء تتغزة على البكتيريا المفيدة للفيد دي اه زيت وزعتر يعني ابسط حاجة ان احنا لو كلنا الفطار الصبح مع زيت وزعتر خلاص كده يبقى احنا فطرناه شريحة منه جميلة جدا تست الشعير من غير عقل هنحتاج ليه كبايتين وتلات تربعة كباية اه من المياه الدافية واحداشر جرام من الخميرة اللي هي تقريبا معلقة كبيرة ومعلقة كبيرة من العسل وتلات كبايات من ديء الشعير وكمان اه تلات معلقة كبيرة من زيت الزيتون ومعلقة صغيرة من بيكن بودر ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الخل ودي كانت كل المكونات ووصفة شهية جدا نقدر بعد ما يبرد كده نقطعه وممكن كمان نفتحه اتنين وبعدين نشيل واحدة واحدة في كيس على الفريزر او على التلاجة اه ده كفيكي اسبوع يعني يعرفين بقى الكمية دي كمية مشاء الله كتيرة جدا اه حلوة ممكن نفتحه ونحط فيه جبنة اي حاجة بنحبها مربة نغمس بس كده ممكن كمان نحمصه يعني نفتحه نفتحه اتنين زي كده ونحمصه تاني فهيكون برضو حلو جدا المهم ان شاء الله الوصف تكون عجبتكم وجربوها واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة